دلوقتي معادي مجازي الأخبار مع دينات فاضلي دين مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينتش مجازي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديدة وذلك للاستغلال الأمثل للفرص الإثثمارية المتاحة مع توفير مقاومات النجاح للتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهل المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوت للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة خاصة في قطاع الزراعة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديدة كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديدة فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وكذا التنصيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين صناعات قائمة عليها في المحافظة وقع التامس والإمارات والأردن على وفقة التعاون الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاثة جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ووزير الصناع والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الأمارات سلطان بن أحمد الجابر بأبو ظبيا يأتي توقيع على واثقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادة السياسية في الدول الثلاث وتماشيا مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها كما يقوم بتعديد الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة أدان البرلمان العربي اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين بحث المسجد الأقصى المبارك وأضف البرلمان العربي في بيان له أن اقتحام بحث المسجد الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية واستفزازية تؤدي إلى مزيد من الاحتقان بالمنطقة داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة تصادي مثل هذه الإجراءات كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن تحرير دونباس في شرق أوكرانيا هي أولوية غير مشروطة بالنسبة لموسكو وأضف لافروف أنه بالنسبة لباقي المناطق في أوكرانيا على الناس أن يقرروا مصيرهم في تلك المناطق وفي الوقت نفسي قال لافروف أن الغرب أعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا منذ فترة طويلة وأنه من غير المراجح أن يتم رفعها أعلن حاكم لوهانسك أن قوات روسية دخلت وسط مدينة سفيرو دونتسك من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينسكي أن البنية الأساسية في مدينة سفيرو دونتسك شرق أوكرانيا دمرت بالكامل وقال زيلينسكي في خطاب له أنه تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة على منطقتين أو على منطقة ريسيفي شمال شرق البرازيل إلى 56 قتيلا على الأقل وأكد الدفاع المدني برازيلي أن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين وأن هناك نحو أربعة ألاف تم تشريدهم جراء الأمطار الغزيرة وتسببت العصفة بانزل قطئة ربا على سفوح التلال وفيضان أنهار وسيول كبيرة من الوحد جرفت كل شيء في طريقها ورياضيا يلتقي الأهل اليوم مع الوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وأنهى الأهل مرانه الختامي بمشاركة جميع اللعبين واخذ فقرة إحماء قبل الانخراط في بعض الجوانب الفنية والخططية الخفيفة وخلال تدريبات الكرة ويخوض أيضا المارد الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة عشر في تاريخي وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بواقعي عشر مرات منها آخر نسختين بينما خسر الأهل النهائي أربع مرات ختام مجزء الثامنة فاصل وعند حضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر